عصر جابر القرن الراحل مدة خمسة وثلاثين سنة عمل معه على باكورة أوبريتات الجنادرية التي سخر موهبته أو التي عفواً سخر الراحل فيها موهبته لكتابة أجمل أغانيها ورحبو به شاهداً وحاكياً لنا تفاصيل عن حياة الراحل أبو معتز أهلا بزيار أهلا بزيارك أهلا بزيارك أهلا بزيارك الله يرزعك خير ويرحم البدر ويغفر له إن شاء الله اللهم آمين في هذه الليلة اللي ما زلنا يعني يعني العبرات تنفذ منا وتخرب لكن كشخص أنت عشت معه طوال هذه السنوات ماذا تريد أن تقول الليلة والله مهما قلنا ومهما سيقال عن قامة الأمير بدر بن عبد المحسن القامة والقيمة العظيمة تلك القيمة الوطنية الراسخة في الوجدان فالكلام قل بكثير من هذا القامة العظيمة السبت والأحد يومان حزينان أنا أتذكر بهذا المكان رأى السواد والحزن ينطق في كل مكان تخيل لك أننا نتكلم عن تكريم البدر أو عن قصايد البدر أو عن مسيات البدر لكن نتكلم عن رحيل البدر قبل يسافر للمارات العين كنت مع الأخ محمد جبر الحربي الشاعر المعروف وأحد الأصدقاء المقربين من الأمير بدر ومتأثر جدا جدا وكنا نتحدث مع الأستاذ والزميل والشاعر ناصر السباعي كان في العين في الإمارات وتصلنا في الأمير بدر الله يرحمه في الله وكلمنا وبعدين محمد قال لي أخينا حزين الأمير بدر قال في آخر المكالمة إن شاء الله بأجي أصوم عندكم أعتقد كان في نهاية جماعة الثانية قبل أربعة شهور أصوم عندكم بس كان واضح صوتها متأثرة فقال لي أخي صوتها صوت مفارقة ومودة تذكرت يا عبدالله بيتين للأمير بدر صاحبي بموت من كثر اللحنين وقلبي الليلة بهمي ممتلي كان هالفرقة طلبتك حاجته لا تعلمني ولا تكذب علي والله تذكرتها هو الأمس يوم السبت الصباح ساعة أربعة ونصف الفجر كان في أحد الأصدقاء طبعا ما لأعلاقه بالأدب والشعر قال لي أرسل لي رسالة قال كنت أصلي الفجر قال صحيح الأمير بدر طبعا أعتقدت أنه يسأل عن مرض الأمير بدر البدر معروف أنه مريعي من فترة طويلة قلت لا إن شاء الله ما أعرف شي بعدين بحثت في الجوال في المنصة إيكس طبعا تعرف عبدالله ساعات أنك أنت تبحث عن شاعة قد تكون مبهجة تحمل تباشير خبر مفرح فتبحث عنه تقول إن شاء الله يكون صحيح وساعات تبحث عن شيء تقول يا رب ما يكون صحيح فبعد ساعتين ثلاث ساعات وجدت مجموعة تغريدات من شخصيات مهمة جدا أنه الأمير بدر يعني رحل رحمة الله عليه فتذكرت بيتين الأمير سعود بن عبدالله في رثاء الملك فهد رحمة الله عليهم جميعا مرات تصدق علوم الليت ما تصدق واصدق جميع العلوم الموت والفرقة لا شفت أبوك الذي بمحبته يفرق تشوف حتى السماء سودة وهي زرقة يعني كان بالفعل أنا قلت يا رب ما يكون صحيح لكن بالفعل كان خبر صحيح وصادم وكنت أعرف أن تردي حالتها الصحية من حوالي أسبوع لكن قبل ثلاث أيام قالونا أنه وضع جيد وبدأ يتكلم ويتحدث فكان موته طبعا فاجعة ونحن نوم بالقضاء والقدر نقول الحمد لله الله يرحمه ويغفر الله ويرزاق خير لزعر ما قدمه لوطنه وليدينه وليقادته وليمجتمعه وسيبقى ما بقيت هذه البلاد العظيمة